بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم ان شاء الله الفيديو ده هنتكلم فيه عن موضوع مهم جدا وهو الاميونيزيشن او التطعيمات التطعيمات بتعتبر من صميم شغل الصيدالي ليه لان بيكون مكان تخزينها في الصيدالية وبالتالي الصيدالي لازم يكون ملم بكل حاجة لها علاقة بالتطعيمات يعني يكون الصيدالي على علم بطريقة تخزين الفاكسين ده في تلكت الصيدالية لازم يكون عليải علم بطريقة النقل بيبقى فيه ریکومنديشن وبك Phew طريقة معينة لنقل آآ الفاكسينز دوت من الصيدلية لوحدة التطعيمات. الفرق ما بين التطعيمات وبعضها لازم يكون الصيدالي على العلم بآآ آآ نوع الفاكسين دوت وطريقة بتاعته. وبرضو الصيدالي لازم يكون على علم بالتحديثات الخاصة بجدل التطعيمات العالمي واللي بتنزله الوزارة الصحة العالمية. واللي بتحدس كل سنة. وخصوصا لو كان الصيدالي يكون شغال في المستشفى وهتكون متخصص في آآ او في آآ آآ ان شاء الله في المحاضرة دي هنتكلم على بكل التفاصيلها وهتكون بتاعتنا بازن الله متقسمة على تسع آآ خطوات او تسع ايتمز. الحاجة الاولانية هتبقى او البوينت الاولانية هيعرف تعريف آآ آآ من آآ آآ هنتكلم على بتاعت بتاع الباكسينز بناء على طريق التصنيعها هنتكلم عن الزي‌ة بتاع الفاكسين برضو دي من اللاي أو الله يعني بتاع الفاكسين ودي مهمة جدا آآ وهي هنتكلم عنها ان شاء الله بالتفصيل. الامراض هنتكلم عن بعض الامراض اللي آآ الفاكسين بيمنعها. او اللي هو بالفعل منعها على مستوى العالم في المية سنة اللي فاتوا. هنتكلم على آآ اللي هو بتاع الفين وتمنتاشر. واللي بتنزله اللي هي وهنتكلم بعد كده على انواع بقى الفاكسينات كل نوع الواحد وهنتكلم على بتاعه والديتيلز بتاعته. واخيرا هنتكلم على وإيه هي التوصيات اللي من نظامة الصحة العامية بتحطها للمسافرين على مستوى العالم عشان يغضوا التطعيمات لمنع انتشار هذه الامراض المعدية. والرفرنس بتاع آآ محاضرة بتاعتنا هنا هيكون ودي بتعتبر جزء من منظمة الصحة آآ جزء من الوزارة الصحة الامريكية اللي هي نبدأ اول حاجة مع بعض بازن الله يعني ايه فاكسين? او منظمة الصحة العالمية عرفت الفاكسين على ان هو يعني عبارة عن مستحضر بيوليجي. زيت بروفايد الاكتف اكوايرد اميونيتي. بيحفز آآ اميونيتي. يعني ايه اكتف اكوايرد اميونيتي? طبعا زي ما احنا عارفين ان المناعة الجسم نوعين. اما تكون اما تكون اكوايرد اميونيتي. باسيف اميونيتي معناها ان آآ او المناعة دي بتتنقل من شخص للتاني. تمام? هو. المناعة دي عبارة عن ايه? عبارة عن انتي بادي. بقى حصل انتقال الانتي بادي من شخص ايه. يعني مسلا الجنين في بطن ممطوع. اتنقله. اتنقل له الانتي بادي من دم الام لدمarina الجنين. دي كده نقدروا نقول عليها او ان يكون مسلا شخص ده مريض بمرض آآ ننقص مسلا في المناعة. وبياخد الانجيكشن. الانجيكشن دي عبارة عن انتي بادي. بقى كده احنا بندي المريض انتي بادي جهزة بتعمل ايه? بتعمل آآ مناعة ليه المريض دوت. طيب دي كده. اما هي عبارة عن مناعة مكتسبة. مكتسبة ليه? مكتسبة لان الشخص دوت اتعرض لمرض ما. لما اتعرض ليه المرض ده سواء كان باكتيريال او فيرل. حصل ليه الجهاز المناعي بتاع ليه? بتاع جسم الانسان. وعشان اه بعد ما حصل ليه طلعت اللي هي هجمة هذا او هجمة هذا الهجم عليها وتخلصت منه. الجهاز المناعي ربنا بتدي له خاصية مهمة جدا ان فيه اه حاجة زي كده. خلايا بتعمل تخزين لكل الداتا الخاصة بهذا او هذا العدو الهجم عليها سواء كان باكتيريال او بتخزين الداتا بتاعته ديت عندها في خلايا اسمها بحيث ان هو ولو حصل مرة تانية لهذا المايكرو اوجانيزم خلاص الانتيبودي جهزة هو موجودة ان هي ايه تهجم على هذا المايكرو اوجانيزم وتتخلص منه. وده اللي بتسميه وهذه الفكرة هي المبنى عليها الايه تصنيع الفكسين. اذا الفكسين نقدر نوع عليها كونتينز ان ايجانت ذات ريسامبل اديزيز كوزينج مايكرو اوجانيزم. حاجة شبه المايكرو اوجانيزم اللي بيهاجم الايه الانسان. ومعمول في اه اه تغيير كيميائي بحيث ان هو ما يصيبش المريض بالايه او ما يصيبش الشخص دوت بالمرض. الايجانت اه دوت بيستيميليت الاميون سيستيم عشان تو ريكوجنايز زا ايجانت از فورين. وبعد كده يعملو ديستروي. وبعد كده يخلي عندو داتا او ريميمبر في اميمير سيل. اه سو ذات زا اميون سيستيم كان مور ايزلي ريكوجنايز ان ديستروي اني اف زيس مايكرو اوجانيزم ذات ايت ليتر انكاونترز يعني هتهجمه مرة اخرى. في اربع عنواع من الفكسنات اللي هي الايف اتنويتد الكاتم ان اكتيفيتد كاتم ساب يونت تلكوم من عبر وكسينات اهd intuitive ده بقى هينقلنا الىựcلاسفكيشن بتاعت اهd vaccination او اللي هي اه حسب طريقة التصنيع في اكتر من طريقة التصنيع الفكسن ديت. طريقة اسمها الايف اتنويتد لثيف اتنويتد لثيف بيقولك عبارة عن ويكند او لس فيجرس فيروس اتنواتيد فيروس يوز تو ميك فاكسين ذات اس كابابل اوف ستيمولاتينج الاميون ريسبونس اند كرياتينج اميونيتي بات نوت كوزينج ايلنس دايما انا بحب اشبه اللايف اتنواتيد فاكسين دوت بالتعبان التعبان اللي هو ملهوش سم يعني ايه هو تعبان حي وبيتحرق ومفوش اي حاجة بس المادة السم اللي جواه مش موجودة حصل استقصال لهذه المادة السم وبالتالي التعبان دوت غير مؤذي لا يسبب اي ايه لا يسبب اي ازا الايف اتنواتيد فاكسين نفس فكرة الايه التعبان اللي هو من غير سيم اا اا الفاكسين او الفايروس地те وي موجود مفوش حاجة لكن المادة الجوة اللي هي مسؤولة عن اللي هي بتسبب المرض او جين المسؤول عن تا يعني اللي بيسبب المرض بيبقى ايه بيبقى اه معمول في او معمول في اه اه او وبالتالي بيبقى ايه او بنسميه اتنواتي بقى هو لكنه ايه 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 مميزات هزا ايه 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 مميزات هزا ايه 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 تمام? والجرع او الجورتين دول بيدوني اه او اللي انا باخد الفاكسين بتاعه. بتاعته او اه المشاكل بتاعته ان هو ما ينفعش ليه الاشخاص اللي عندهم يعني مسلا المريضة عنده مسلا اه اه اتش اي في مسلا او عنده اي ديزيز اه بيقلل اه اميونيتي بتاعته ما ينفعش نديلو لايف اتنويتد فاكسين لان هو اصلا بيعتبر برضو اه فيروس ممكن ما فيه ان هو يحصل له اصابة بالمرض. اه زي الناس اللي عاملة ارغان اه ترانس بلاند كدني او اه ليفر ودي مهمة جدا. طيب امسلا اللي اتنويتد فاكسين اللي هو اللي هو بتاع الحاسبة الالماني والنكاف والحاسبة. الروتافايروس وده من برضو الفاكسينات اللي بتحمي الجسم من الروتافايروس مسؤول عن سيفير دائرية او بيعمل سيفير او جي اي تي يعني اه بروبلم. الفاريسيلا وده من الفاكسينات برضو اللي هي بتعمل اه بروتيكشا من شاكين بوكس لو الجدير المائي. اللي هو النوع الانترا اه نزل. في الييلو فيفر. ده برضو من الفاكسينات اللي هي و الزوستر اللي هي الشنجل او اللي هو بيقونها عليه مراد الحزام الناري. والزوستر ده طبعا اللي هو الزوستر آآ فاكسين. آآ دي رسمة اللايف اتنويتد اهي. تمام? ده آآ فيروس. اه دي هو السم بتاعه جوه هو باللون الاخضر. اتعمل له آآ اتنويتشن. اتعمل له اتنويتشن. وآآ تخلصنا مين الايه؟ مين الجزء الانفيكشنز ده او اللي هو بيعمل نقل اللي العدوى بقى لايف اتنويتد اه آآ فيروس. ده كده بالنسبة لأول نوع من انواع الفاكسينيشن او الفاكسينز. النوع التاني اسمه اين اكتفيتد فاكسين. اين اكتفيتد فاكسين ده معناها لانا عملت كيلنج للايه؟ ليه الفاكسين؟ موت الايه؟ موت ال آآ سوري موت المايكرو اوجانزم ده عشان يتحول الى فاكسين. بيقولك هو او بعبارها عن الفاكسين. او بكتيريا. او بكتيريا اللي انا هعمل منه الفاكسين. وبعرضوا ليه اه او بعرضوا الى وبالتالي بحاولوا الى اين اكتفيتد ايه فيروس. بيبقى من جوة او ادي ايه والتفاصيل بتاعت الصفات والرسائية بتاعته بتبقى لكنه من برة يعني اللي فوق ده بيبقى ايه؟ بيبقى وسليم. وده اللي يهمني. لان الجزء اللي فوق ده هو اللي بيبقى عليه ايه? اه الحاجة اللي بتعمل لما يتاخد فيه الجسم عشان يطلع لها الايه? آآ بدي. ودي الايه? ودي المهمة. ده اين اكتفيتد ايه? بيقول لك ان هو اه بتاعته آآ بتبقى اقل من آآ آآ وبالتالي بيحتاج الى آآ ان هو يتخد على اكتر من جرعة. يعني ممكن يتخد اكتر من جرعة. الجرعة الواحدة آآ ما بتكفيش. آآ وهزي الجرعة بيقولوا عليها بيسموها البوستر آآ دوز. بقى ده معناها ان انا بدي جرعة آآ كل ايه? آآ كل آآ فترة. هو وأشهر مسال للين اكتفيتد فاكسين هو الفلو فاكسين او الانفلوانزا فاكسين. احنا آآ مفروض بيبقى كل سنة بينزل لي آآ آآ نوع بتعمل منه ايه? بتعمل منه آآ ادمنستريشن آآ آآ كل سنة. ينفع يتخذ للحوامل أنواع الهيباتايتس A والبوليو اللي هو الانجيكشن لأنه فيه البوليو فيه منه أورال وفيه منه انجيكشن الانجيكشن ده بيبقى الانجيكشن والمصل اللي هو خاص بالإيه لا مثلا لو حصل عضة مثلا من كلب أو أي حيوان بدي الإيه بدي الفكسين إيه الفكسين ده اللي هو يسموه ده النوع التاني من أنواع أو التانية بتاعت الإيه الفكسين نيجي للنوع التالت بقى اللي هو النوع ده أول ما تشوفوا كده يجي في بالك على طول الهندسة الورثية وهنا العلماء استخدموا يعني الفايروس ده أو البكتيريا دي خدوا منها جزء الجزء ده إما يكون بروتين إما يكون شجر إما يكون كابسل الكابسل دي اللي هي الحوايسلة اللي هي بتبقى محوطة بالمنطقة اللي هي الفايروس ده أو المايكرو اوجانزم ده أو الجيرم اللي هو بيسبب المرض وده بنقول عليه إيه الانتي جين بنسميه الانتي جين ده بيدي يبقى مميزات اللي هو بيدي اه ينفع يتخذ للأشخاص اللي هم ما كانش بينفع نديهم زي مثلا الناس اللي هم عندهم آ او عندهم لونج ترم هلس بروبلم او عاملين جرافت من الايه كدني او الليفر او 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 ممكن يحتاج اه في بعض الاحيان الى بوستر اه شوتز عشان يديني انجوان بروتيكشن اجينيست ديزيز فيه تلات انواع بقى من اه النوع من اللي هما جينيتيك انجينيرينج اه فاكسين اللي هو ساب يونت وهنا اه الساب يونت دي يعني بياخد حتة من الايه بياخد برورتيكيان اعلي هو الوضع الديكي وده بيبقى موجود فيه آه من اسمه الديتاب الدي دي اختصار دافتيريا والتي اللي هي اختصار والاي بي اختصار اللي هو السعال الديكي بس ده بيعتبر ايونت الهي هي وده نوع من انواع البكتيريا ده اردو معمل له مصل الإنفلونزا اه الانفلونزا فيكسين وده طبعا بيبقى ايه انجيكشن? انجيكشن ده برضو بيبقى ساب بروتين. دي ان ايه? عندي الهيباطايتس بي وده اشهرهم وبعد كده فيه الهيومان بابللوم فيروس وده من الامصال اللي بتستخدم حماية من الفيروس اللي هو البابللومة ده اللي بيصيب ايه? بيصيب اه اه فيه بقى فيه عندي النيوموكوكا البيسي فيي نيوموكوكا الفاكسين والبي بي فيي اللي هو البولي ساكرايد آآ نيوموكوكا الفاكسين والامي سي فيي او المينجوكوكا الفاكسين بتاع الايه مرض الصحية ونيوموكوكا طبعا ده الحماية من او مصل ليه مرض النيومونيا او الالتهاب الرئوي الحاد. طيب عشان اعرف الفرق ما بين الصابيونت والريكم من دي ايه والكونجيوجيتد تعالوا مع بعض نشوف ايه الرسمة دي. نبدأ باول جزئية والبولي ساكرايد الرسمتين اللي فوق دون. بيتصنع ازاي الكونجيوجيتد وفاكسين ده? بيقول لك انها بيجيب البكتيريا ديت زي ما احنا شايفين البكتيريا بيبقى فيه السيرفس اللي فوق دوت بيبقى عبرها عن بولي ساكرايدز آآ فيه بولي ساكرايدز على السيرفس بتاعتها من تكوينها يعني. فبيحصل انها بعمل ايه بجيب ايه 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 او بستخلص يعني لهزيه ايه البولي ساكرايد دي بيبقى بيبقى مدمك فيها حاجة اسمها اندو توكسين تمام انا بعمل بقى اه او بعمل يعني بفصل البولي ساكرايد دي عن بتخلص من اللي هي المفروض دي بتسبب بمرض وباخد الايه البولي ساكرايد البولي ساكرايد ده بتعم طبعا بيحمل ايه صفات وراسية لحد هنا بنقدر نقول عليه هنا ده الايه البولي ساكرايد آآ فاكسين آآ لو بعد كده انا جبت بقى من آآ البكتيريا دي اخدت منها آآ البروتين اخدت منها بروتين وعملت له مرج مع آآ بولي ساكرايد وعملت له مرج مع آآ بولي آآ ساكرايد يبقى انا كده عملت ايه عملت كونجيوكيشن الايه للاتنين دول مع بعض فيحصل ان البروتين دي اللي هي البروتينيات الصغيرة دي لبروتين كارير دي هتاخد اكتر من ايه هتاخد اكتر من آآ بولي ساكرايد ففي الحالة دي ممكن تلاقيها مثلا اتween هاتنين فو بنسميها باي فييلاند اه تلاقيها تلاقيه في الحالة دي منسميه آآ اا آآ او آآ كونجيوكيت تغييتع فاكسين او او بنتا بيبقى على حسب الايه عدد البولي ساكرايد اللي حصل فيا مرج کا مع اليندو مع البروتين كارير دي طيب ايه الفرق من الاتنين يعانoulder ما بين والكونجيوجيتد. لما بيتاخد ازا فاكسين لجسم الانسان بيعمل لخلايا فقط. اما بيعمل لخلايا وخلايا ودي مهمة جدا ازا بتخزن الدياتا او بتخزن المعلومات الوراثية الخاصة بالانتجن الهاجم عليها بحيس انها لما يحصل التج بعد كده ايه تعمل له تعمل له على عشان كده نقدر نقول ان الكونجيوجيتد فاكسين اقوى من البوليساكرايض فاكسين بقى دي خلاصة ايه خلاصة الموضوع كده انها بقى عارفين ان الكونجيوجيتد فاكسين اقوى من البوليساكرايض وما بيحتاجش او الوقت اللي بي بيستخدمه مسلا ما بين جرعة والتانية بيبقى ايه فترة اطول. اه النوع التاني بقى اللي ور يكون بين الدي ان ايه دوت اه زي ما قلت لكم برضو بيحصل ايزوليشن ليه اه اه الجين بتاع الفيروس لو هنتكلم مسلا عن الهباطايتس بي كاكزامبل ناخد الجين ده ويني تعمل له انسيرشن فيست وبعد كده بيتعمل لها اه 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 موديفكيشن باكتر من طريقة كيميكايز لغاية ما نوصل ليه البيور اه اه انتجن بتاع الايه بتاع الهباطايتس اه بي اه سيرفز وده بنتديل لجسم الانسان ازا 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 فيكسين عشان يقدر يعمل ايه يعمل مناعة ضد هزا الفيروس. النوع التالت بقى اللي هو الساب اه يونت فيكسين. وده بيبقى انها اخدت جزء حتة من الايه من اه من الفاكسين حتة حتة من الفيروس. وعملت لها وخلتها ايه خلتها سمتها ساب يونت. تمام? ودي بتسموه موديفايد ساب يونت. اشهر واحد ليه هو الايه البروتوسيز اه بكتيريا. اللي هو مرض السعال للايه اللي بتعمل مرض السعال ادي اديكي. اه ويببتاخد هزا الايه الساب يونت ويببتعمل في شكل فاكسين وبتاخد الايه للمريض عشان يعمل مناعة ضد هزا البكتيريا. النوع الاخير من او الكلسفيكيشن الاخرانية من الفاكسينز هو التوكسويد فاكسين. اهم حاجة تعرفها في التوكسويد فاكسين ان في كلمتين. كلمة اسمها توكسين وكلمة اسمها توكسويد. توكسين ده معناها مادة ضرة بتخرج من البكتيريا. او بتخرج من هزا الفاكس. بتدي بتعمل مرض. اما توكسويد انا اخدت التوكسين ده وعملت له موديفكيشن وحولتو التوكسويد. فما بقاش ضر لكن بيحمل الصفات الوراثية اللي هي تقدر تعمل عشان تطلع تطلع تقدر تهاجم وتحفز الصفات الوراثية دي بحيث لو رجع تاني اقدر ايه اقدر اه اتغلب عليه. ازا هنا عبارة عن ايه? عبارة عن ايه? عبارة عن انا بستخدمها. اللي هي بتسبب المرض. وبعمل اميونيتي لهذا الجرم بكوز دزيز انستيت اوف جرم اتسلف. بعمل اه يعني اميونيتي لهذا الجزء بدلا ما باخد الجرم ايه? الجرم نفسه. اه اميون اه رسبونس ايس تارجتك توزا توكسين انستيت اوف زا وال الجرم. الجسم بقى بيعمل اميون رسبونس لها لايه? لهذا التوكسين. برضو بيحتاج الى بوستر دوز اشهر اتنين اه اه هما الدفتيريا والتيتانوس. زي ما احنا شايفين هنا هو في الرسمة هي بتوضح اكتر. اه دي الفيروس طلع التوكسين. التوكسين دي خدتها عملت لها حاولتها لايه? لتوكسويد. ده بالنسبة للتيتانوس. الديفتيريا وده بالنسبة للتيتانوس. كده احنا اتكلمنا على بتاع بناء على وزارة الصحة العالمية. واتكلمنا على بتاعة الفاكسين. كلمنا على اربع انواع. اللي يبقى اتنواتد الان اكتفاتد الجينيتك انجينيرنج نقدر انواع عليها جينيتك انجينيرنج بقى. اه باكسينز والساب اه ويت التوكسينز او التوكسويد ايه باكسينز. نتنقل ليه النقطة التالتة هي الادمنستريشن اوف باكسين. الحقيقة سي دي سي عملت بعض اسنانية الادمنستريشن بتاع اه باكسين. اول حاجة قالك اللي هو ادمنستر ادمنستر زي اه باكسين او افكسين لاتر زان زي دي يعني ما يفعش ادي الفاكسين بعد دي وكان في يعني قوي جدا ريجاردينج هذا الموضوع لان هي ممكن الفاكسين ده ويتحول الى مادة ضارة ليه لايه تحول مادة ضارة ليه جسم الانسان لانه هو بيشتغل على الايه بيشتغل على المناعة. حاجة التانية في بعض الفاكسينات في بعض الفاكسينات بتبعا نعمولها في شكل بودر وبيعوا معها ايه بتاعتها. المفهود قبل ما بعمل بعمل لهذه الايه لهزا الفاكسين يا بحط الديلونت بتاعه على البودر وبعمل لها وانسانة عملت دوت بيبقى فيه اه محدد لكل فاكسين وزن هزا انا لازم اعمل لفاكسين للايه للايه على سبيل المسال مثلا المفروض ان انا بعد ما بعمل له وخلال تمن ساعات لازم اكون مدن للايه هزا الفاكسين لو قعد فوق تمن ساعات خلاص كده بقى هو دي برضو مهمة جدا لازم نبقى عارفينها. يقول لك تمام. اللي انا بعمل اهو بحضر الفاكسين ده في انا ما نفعش احضر الفاكسين واروح ركنه مسلا مسلا ساعة ولا حاجة ساعتين بعد كده ايه اه اروح اعمل حتى برضو المسال بتعليم المؤار لو انا هضطر مسلا المريض مسلا هتاخر او حصل حاجة اللي هو مش هيا لانا بعد ما عملت المريض مش موجود خلال تمن ساعات ده لازم ارجعه للايه ارجعه التلاج عشان ما يحصلش في ايه اي اه اه فانا بيقول لك قبل اه اه اميديتلي لازم اكون مجهز الايه مجهز الايه الفاكسين وبعمل من الايه من السيرينج طيب رقم اربعة بيقول لك نيفر ميكس فيكسين انزا سيم سيرينج انلس زي ار سبيسيفيكالي ابروفد فور ميكسينج بايزا اف دي اه ايه اللي هي الفود اندراج ادمنستريشن اعمل اجيب اه اجيب اتنين كده روح ايه اصحبهم واعملهم في السيرينجة واحدة وبديهم للبيرسون مش هينفع الا ازا كان فيه من الاف دي ايه بهذا الموضوع هنلاقي في في الفاكسينيشن او في الفاكسينز بعض البرانز عبارة عن كومبينيشن يعني مسلا اشهرهم اللي هو دول تلاتة فاكسينات معمولين مع بعض في نفس الايه في نفس السيرينجة وبيبقى جايين من المصنع جاهزين اربع تلاتة مع بعض وفيهم الايه وفيهم اه البنفل بتاعتهم بالتفاصيل بتاعتها ديت هي الايه الوحيدة المسموحة ان انا اقدر اعملها او ان يكون في بعض الفاكسينيشنز اه يكون واخد الاف دي ابروف او واخد الاف دي ابروف اللي هي تتاخد ان ايه انميكس رقم خمسة يقول لك ودي مهمة جدا ان انا لازم اعمل لكل انا بقى اديها لآه عشان يبقى فيه داتا بالمعاد بتاع ولو كان فيه جرعة تانية لازم الشخص ياخدها لازم تبقى ويبقى فيه بها في الايه البيشانت آآ فايل ولازم برضو بيلوت نومبر ولازم يكون بالايه بالبراند لان فيه كتير قوي من هنعرف في التفاصيل بتاعتها بعد كده ان فيه براندز آآ الدوز بتاعتها او بتاع آآ بتاع بتاعها بيبقى مختلف يعني فيه مسلا يبقى نفس البراند زي مسلا الروتا فيه براند يتخد مسلا على تو دوزز وفيه براند يتخد على سري دوزز فدي برضو لازم يبقى على دراية بيها وعلى علم ايه على علم بيها ده كده بالنسبة للآآ نيجي بقى للموطة اللي بعدها احنا قولنا ان ده مهم جدا لان ده من يعني صميم شغل الصيدل لان بتتخزن في الصيدلية او مسلا بتتخزن في المستودع بتاع وبيبقى فيه برضو او بحاجة زي كده بيكون اول ما ما نيجي نتكلم على يجي في بلنا دايما حاجة اسمها يعني ايه هو عبارة عن من نقطة التصنيع لحد اللي هي استخدام الايه الفاكسين اللي هي وحدة الايه وحدة التطعيم او الغرفة اللي هيتم فيها تطعيم البرسونز او الطفل زاتي ستو منتين برودكت كواليتي ايه الهدف انا بحافز على كواليتي بتاعة البرودكت والسيرفز اللي انا بقدمها اا مسلا كمستشفى او كوحدة صحية او كوزارة صحة حتى على مستوى الايه على مستوى الدولة فدي ايه هي بتاعت انتقال الفاكسين من المانفاكتر المانفاكتر طبعا لازم بيكون مسؤولة يعني مجهزة بتاعتها على تصنيع الفاكسين وحفظه بعد كده لما بيجي يتنقل عن طريق الفانز الفانز دي طبعا لازم تكون مجهزة يكون فيها ترمومتر ببطريق الحرارة فيه برضو من اتنين لتمانية اللي هي الريكمميندد اا الريكمميندد اا ايديال تيمبريتشر ليه حفظ الفاكسينز اا ولما بتوصل اللي هو هيوزعها برضو بيبقى لازم يكون فيه المكان مجهز بيه وكاليبريتد ويكون اا الستوريج اريا تكون فيها برضو درج الحرارة اا على حسب بتاعتها من اتنين لتمانية اا برضو لما يديجي تنقل من الريكسيند اا دي بوتس اا اللي هيحصل فيه المستشفى مسلا او الوحدة الصحية في المستشفى او في الوحدة الصحية طبعا بيتم اتخزينها في في الفريج بيتم اتخزينها في في الفريج والهيلس كير بروفايدر بقى اللي هو هياخد التطعيم لازم يبقى عارف ازاي ينقل الفاكسين من وحدة من مسلا الصيدلية او من الصيدلية الى ايه الى مكان غرفة الايه غرفة التطعيم ده بيتنيل عن طريق ايه بيتنيل عن طريق ما يسمى بالايس بوكس بيبقى ورعا بيبقى فيه متوصل به الترمومتر الترمومتر ده ممكن يكون وبيبقى مصمم بطريقة معينة اا بيبقى فيه زي كده حواليه عشان ميبقاش فيه فيه مع الفاكسين وطبعا لازم يتبقى درج الحرارة فيه من اتنين لتمانية قبل ما احط الفاكسين من التلاجة في ايه في الايس بوكس بياخدها بيروح بيها بعد كده لوحدة التطعيم وحدة يعني العيادة اللي فيها التطعيم وي بياخد الايه والشخص بياخد الايه الفاكسين خمس حاجات لازم يحطون في دماغي في الستورج الستورج جونت اللي هي الفان مهمة اول لازم تبقى اا يعني مبنية على بتاعة الحفز الفاكسين الفريج ودي هنتكلم عنها اا كمان شوية الايس بوكس زي ما قلتلكم هو لازم يكون مخصص لالالفاكسين الثرمومتر الثرمومتر بتاع كل مكان الثرمومتر بتاع الفان الثرمومتر اللي موجود في فى المصنع فى الصيدلية فى التلاجة لازم يكون ويكون الفيفو فكرة الفيفو دي اللي اشتغل منا طبعا فى الصيدليات وخصوصا مستشفى اه يعرف فيفو معناها اا يعني بتاعه اقرب هو اللي بيحصل له اا الاول. ودي طبعا مش مش يعني مش زكاء ولا حاجة هي هي فكرتها ان دوت وتكلفة القصة بتاعته غالية جدا. وبالتالي اي اه لص ليه في الفاكسين ده بيكلف على المستشفى وبيكلف على المصنع وايضا بيكلف على الوزارة اللي هي متجيب هزا بمبالغ كبيرة جدا. فعشان كده دايما بتاعه اه طبعا اه ما قبله يعني مش ما يكونش طبعا ونعمل له لا احنا وزن طبعا اه بس ان الاقرب فالايه? الاقرب ان هو يدي له ايه 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 او نعمل له ليه اه المريض او للشخص. اه المنتنس مهمة اول يبقى فيه منتنس ليه البان منتنس ليه الترموميترز منتنس ليه الفريج ده بيكون على الاقل يرلي والفاكسين لوج والفاكسين لوج ده مقصود بيه زي الكتاب كده او اه اجندة بيتسجل فيها كل التفاصيل الخاصة بالفاكسين من وقت ما بيتحرك يعني مسلا على سبيل المسال انا سيدالي استلامت طلبية مسلا من الفاكسين لازم بقايد الفاكسينات ان انا استلامتها بحط داركة الحرارة بتاعت السيارة او الفان اللي هي جابتلي ايه؟ جابتلي الفاكسين ديت لازم ابقاعد مدركة حارتها واقايدها والفريج اللي هيتحط فيها الفاكسين دراك الحارة وقد ايه اللوت نمبر يعني التفاصيل بتاعة الايه الفاكسين لازم تبقى فيه اا فاكسين ما يسمى بيه الفاكسين لوك. دي ايه برضو التفاصيل اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي لازم يبقى فيه بتاعة الاستوريج اا الاستوريج يونت اا الاستوري الافاكسين ولازم تبقى ثرمومتا كالبريتد وي ولازم يبقى فيه اا اا نحنا اتكلمنا عنها وبرضو فكرة اا ولو حصل اي في اثناء هزيه لازم يبقى فيه دايما بهذه الايه بهذه التفاصيل. اا الحقيقة لسي دي سي عاملة اا يعني او عاملة رائعة في بتاعها. حبيت اجيبها لكم هنا. عاملها في شكل عاملها اللي هي اللي هي تتحط في التلاجة. وفي بعض ممكن تتحط في الفريز انا اتكلم عنها كمان شوية. وفي درجة حرارة يعني اا اقل من الصفر. اا بيقولك اول حاجة اا تحطي الفكسين او بلايزا فاكسين انتري او كونتينر فور بروبر اير فلو. الكونتينر اللي انا بحط فيه الفكسينات الجوة التلاجة ده يكون مفتح شوية بحيس انه هو يبقى فيه بروبر ايه الفروق الهوى يخش جوه ايه الاتريز ديت مايبقاش ما ايه مايبقاش مكتومي. يعني مسلا علبة اللي تحت دي مسلا ممكن مايبقاش وصل لها المزبوط. فعشان كده يفضل ان هو يكون الايه التلاجة مفتح. زي ما قلنا فكرة الفيفو. كيف اللي مسلا لو العربة مسلا جاية فيها الانجيكشنز او الفكسينز فيها خمسة او عشرة. مايبقاش انا افك الفكسين ده اطلعه من بتاعه اسيبوه في معرض للايت لا ممكن يحصل له اللي لازم اسيبوه في بتاعته. سيبرت اند لابل باكسين باي طايب اند بابلك الفي اف سي. الفي اف سي لنختصر فور تشيلدرن. لازم بمحدد دي بتاعات الاطفال معمولة الوحدة في مفصولة عن ايه او عن الرف بتاع الايه بتاع اه اه عشان مايحصلش اه 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 اثناء الايه اثناء اه اثناء البربرشن. وكتب لك بعد كده اللي هي من اتنين ليه اه تمانية اقل من اتنين لازم اعمل اه اكتر من تمانية لازم اتدخل واعمل ريبورت ويه اه اه تشينج او التنبرش عشان ترجع ليه الايه الوزن الرنج. اه الفكسينز اللي هي لازم اعمل لها ايه اه بس الوحيد عندي لازم انه بعارفينه بردو الام ام ام ار. الام ام ار تحط في كده في التنامك انه هو ينفع. تحط في فريج ونتفع يتعامل في ايه في الفريزر. اه ايضا اللي هي الرفريجريتور نفسها او التلاجة. جايب لك خمس اه حاجات تعمل لها دو. اه اه خمس حاجات تعمل لها دو ايه بقى? يعني المفروض مسموح بايه? دو تبقى متأكد بعد ما بتاخد الفكسين ان التلاجة تكون مقفولة عشان ما يحصلش مشكلة في التمبيرتشر بتاعت الايه بتاعت التلاجة. دو اه ريبلايس كريسبر بين ويز ووتر بوتل توهل بمنتين كونسستان تمبيرتشر. الرف اللي فوق ده صعب ببقى فيه درج واللي تحت. انا بشيلهم وبقى بستبدله بزايز من المية. اه محطوطة اه فوق وتحت عشان اعمل اه منتنانس الرفرجريتور والد. ادي الول اهو مسلا بتاع التلاجة من هنا ومن هنا بسيب مسافة اتنين لتلاتة انش ما بين الايه ما بين اه اه الول وما بين الايه فاكسين عشان ما يحصلش اه كونتاكت وممكن يبقى فيه مسلا مية يؤثر على اه اه الفاكسين. اه في بنحط بقى ناحية مكان السويتش بتاع اه الفيشة هنا. نحط بوستر كده صغير نكتب عليه يعني مسلا لو حصل مسلا عامل مضافة بنضف او حاجة ما ما يقفلش الايه كهرباء بتاعت يبقى فيه هو ممنوع الاقتراب من هزا الايه من هزيه السويتش. طيب الا اه ايه بقى? ديقول لك اه اه دورميتوري ستايل رفرجريتور اللي هي اللي بنوعها اه اه اللي هي بتحط فيها الاكل والشرب المفهوض ان التلاجات بتكون اه مخصصة لتعزين الفاكسين بتبقى بنسميها بيبقى فكرتها ان بتاع الهوى جواها بيبقى ايه بيبقى متوزع عشان ما يبقاش فيه مكان درج الحرفية قليلا ومكان درج الحرفية بتبقى عالي. اه 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 بحط جاست ووتر. طبعا دونت درينك فروم زيس ووتر ايه بوتل. دي الخطوات اللي عاملها الايه السي دي سي موجودة على الويب صبيب بتاع من الحبين تنزلوها تعملوها اه 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 صيدلية. اه اه ده بقى بالنسبة بقى لفروزن فاكسين برضو هيقول لي نفس الكلام اللي بالنسبة ليه التري والترمومتر اه ودرك الحرارة هنا بقى من مينس خمسين من مينس خمسة عشر لو مينس خمسين. اقل من مينس خمسين تيك اكشن. اكتر من مينس اكتر من مينس خمسين برضو باخد ايه اكشن ارجنجي بتاعي من مينس خمسة عشر لو مينس اه خمسين. وبردو الفريزر برضو لازم في الاربعة دو واربعة اه دونت. نفس الكلام برضو البوتلز والمسافة ما بين الول وموضوع دي برضو ايه اه مهمة جدا. ودونت زي ما قلنا رحط اي اه حاجة فود او اي اه بتاع ده يعني حاجات الاكل وشرب يعني جوه الفريزر. وما ينفعش حط اي ايه في دور الباب بتاع الفريزر ما حطش فيه اي ايه ايه اي. طيب ايه دي برضو من الحاجات اللي حطوها في الويب سايت بتاعها برضو تقدروا تعملونها اه ودي مهمة جدا. عيب لك مقسم لك على حسب يعني دلوقتي يعني دلوقتي الخط ده هو الازرق ده فاصل ما بين المنطقة دي بيقولك ان هي بتبقى الفريز ويه المنطقة دي او في المنطقة دي بيقولك ان هي بتبقى يعني مسلا الهيباطايتس بي الموجود هنا ده اللي هو بيبقى ده بيبقى يعني لو الدرق الحراب بتاعته قلت عن اتنين ممكن يبوصه. تمام? يبقى ده نوع دي حاجة ايه? اه لازم نبعارفينها. الهيباطايتس بي النوع اللي هو الليكو دويز آآ 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 لو درق الحراب بتاعته قلت عن اتنين مستسنسف للإيه لفريزة ممكن يتقسر بالإيه آآ بالفريز يعني لو درق الحراب تقلت عن اتنين ووصلت للآآ للزيرو دخلت في الفريزة خلاص كده بوص. على عكس مسلا الريبس هنا او الام ده بيبقى النوع ليه هو في اكل بودر. ده بيقولك اللي هو آآ الفريز يعني لو تحطي في درق الحرارة من مينس خمساة عشر من مينس خمسة وخفزين ما يحصلوش مشكلة بالعكس ده هو ممكن يتحط في هذه الآآ آآ آآ الآآ درجة الحرارة. تمام و بيقولك كم من هو ده بقى تي بقى تي بقى ايزا ده لو تحط في برضو في تركة حرارة اعلى من التمانية نحن عانين من اتنين لتمانية برضو ممكن ما ايه ما يتكسرش بقى ايزا في بعض بتبقى وممكن تكون زي مين زي مثلا ايه طب تعاني نشوف هنا فوق على سبيل المثال هنا محطوص فيه فوق يعني ده لو عد در حرارته عن تمانية ممكن يخرب او يبوز في حين اللي هو ممكن يتقيه ممكن يتجمد يعني في درجة الحرارة من خمستاشر لخمسة وخمسين ما يحصل لهوش حاجة وهكزا ايه اللي موجودة ده بيقول لك اللي هو مستسنسيف ليه الفريز ده برضو درجة الحرارة بتاعته لو قلت قوي ممكن يتقيه ممكن يتكسر في حين انه هو برضو درجة الحرارة بتاعته يبقى ده ايه يعني للحرارة ولل ايه للحرارة ولل ايه ويه الفريزنج دي برضو من المهمة اللي انا لازم برضو اكون ملمة بيها ويفضل لو اه حابين تخشوا على الويب ساي بتاع السي دي سي وتعملون لها برينت او تتبقى رائعة وتحتفزوا بيها كريم فرنس عندكم في الصيد اللي اه اخر نقطة في الستوريج بتاع الفاكسين اه حاجة اسمها الفي في ام او الفاكسين فايل بونترين ودي عبارة عن اه كأنها بيسبول عليها هيت ميكر يعني ايه هيت ميكر بيقولك لكن هي عبارة عن اه 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 رياكتف سيرفز اه اه ديفالوبد كالور ديو تو كميوليتف تايم تامبراتشر اكسبوشن ذا ريفرانس اه سيرفز اين اكتيف ايز اوراكاتفز ايز برينتد تو انديكاتيد زا اند بوين الVVM ايز سبسيفيكالي تيلورييت دو وان اوف زا فور دابلو اتش او وابروفد كاتلو الكلام اللي احنا قلناه ده بقى بيقولك في بعض الفاكسينيشن او بعض الفاكسيز الفايل بتاعتها كده بيبقى فيها العلامة دي بتبقى دايرة كده تمام وجواها مربحة الدايرة اللي فوق دي اسمها ريفرانس سيرفز آآ ريفرانس سيرفز ودي بتبقى اين اكتف يعني اين اكتف يعني دي معناها ان ده الشكل ده هو الين اكتف يعني ده كده اين اكتف طيب المربع ده ايه اسمه ايه بيسموه مربع ده لازم يبقى آآ ابيض طيب معناه ان هو ابيض معناه ان الان الواكسين دوت درجة الحرارة بتاعته ما ايه ما تغيرتش آآ من ساعة ما تصنع لغاية ما وصل لإيه لإيد آآ 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 او اللي هي هتدي لإيه او اللي هيدي آآ آآ الفاكسين ده لمين للشخص لكن اللون ده لو تغير يبقى ده معناه ان الليه ان الفاكسين ده اتعرض لحرارة اصارت على عليه طيب التأثير ده ليه اكتر من آآ كاتيجوري يعني ليه اكتر من آآ آآ نقدروا عليها كاتيجوري او آآ مرحلة الاولانية دي اللي هو الابيض الابيض ناصع كده تمام بيقول لك ايه هنا بيقول لك طيب لو التاريخ الصلاحية مش منتهي يوز زااAA كسين ما فيش اي مشكلة طيب زين ما شايفين اللون الابيض ده مابقاش ناصع بقى ايه بيقول لك آآ بيقول لك آآ بارعا ايه بيقول لك As time passed the inner square is still lighter than the outer circle إيه بقى If the exterior did not pass use the vaccine طيب Stage 3 دي بقى بتشايف هنا اللون بتاع المربع اللي جوه ده بقى تقريبا قريب من لون إيه الدايرة اللي هي ال-inactive surface ده معناها إيه discard point The color of the inner square matches that of the outer circle don't use the vaccine Stage 4 دي بيبقى فيها المربع الداخلي ده بيبقى أغمى من outer surface وده معناها beyond the discard point يعني متخطي ال-discard point ده معناها The inner square is darker than the outer circle Don't use the vaccine إذن أنا قادر أدي ال-vaccine اللي عليه ال-VVM في stage 1 وال-stage 2 وده بيبقى indicator ليا أن ال-vaccine ده سليم ولا مش سليم هل سليم يبقى أنا في stage 2 سليم أقدر أدي الفاكسين بعد stage 2 ال-inner layer دي بتبقى نفس لون ال-discard أو outer surface ما يفعش أستخدام أهو ده example ها تمام عندي هو دي ايه الاربع مراحل موجودة عنده المرحلة الأولانية تمام هادي أبيض وهادي فند شوية أو بيل شوية بعد كده المرحلة الثالثة اللي هو خلاص بقى لون و لون الدايرة والمرحلة الرابعة اللي هو أغمى من الدايرة بقى ده كده آخر اتنين دول discarded وما يفعش يستخدموا لن درجة حرارتهم او الفاكسيني تأثر بالحرارة وبالتالي حصل ايه حصل destruction للفاكسين don't use in stage 3 and stage 4 نتنقل بعد كده لل-stickers of vaccine الليبوس بتاعد الفاكسينيشن أو الفاكسينيز مهمة جدا عشان كده CDC أو الـ USA يعني اللي هي الـ Center for Disease Control and Prevention Department اللي هو في وزارة الصحة الأمريكية حطوا على الويبسايل بتاعهم stickers لكل الـ Brands بتاعت الفاكسينيز وكتبوا أهم النقاط اللي انت لازم تبقى ملم بيها في الصيدلية دي برضو من الـ labels موجودة أو بتبقى موجودة في شكل PDF على الويبسايل بتاع CDC برضو تقدر حضرتك تطبعه وتنزله عندك وتخليه محتفظ به في الصيدلية بتاعتك أنا جاب لكم هنا أمثلة للـ sticker ديت يعني مثلا هنا الـ RotaRix الـ Brand اللي هو RotaRix بتاع الفايروس الـ Rota بيقول لك ان هنا بتاعه بيقى من ستة أسابيع خلال آآ 8 شهور آآ zero day maximum كذا 14 أسبوع جاي بلك تفصيل بتاعت الإيه الرجمن بتاعته وكتب لك ان هو الأورال بتاعه آآ المفروض يتاخد ازاي وبعد كده كتب لك برضو اللي هو آآ use time if not used after reconstitution لازم يتحطي برضو من اثنين لتمانية وخلال 24 ساعة لازم يكون ايه الـ administration ايه حاصل لـ person بكتب لك التفاصيل المهمة او اهم التفاصيل الخاصة بالـ ايه بالفاكسين آآ الدي تاب مسلا كتب لك الـ age بتاعك ستة أسابيع خلال ست سنين آآ آآ الـ any dose in the series آآ الـ intra mascular يتخذ ايه intra mascular طبعا الـ stickers ديت مهمة جدا ويفضل كمان لو انت فيه امكانية ان احنا نحط الـ sticker ديت على trace بتاعت الايه بتاعت آآ او ان هي تكون مسلا في شكل آآ label موجودة على الفريتج بتاعت الايه بتاعت آآ الـ vaccine الموجودة في الصيدة لهم آآ ودي برضو انواع تانية من الـ stickers الـ m m r تمام زي ما قلتلكم في آآ من شوية ان هي بعد ما تعملها الـ reconstruction لازم تحط في در حوار من اتنين تمانية وآآ خلال تمن ساعات لازم يكون ايه حاصل لها administration برضو بقيت الايه بقيت آآ vaccines بقى ممكن نقبقى هنقراها بالتفصيل احنا ان شاء الله هنتكلم لترف المحاضرة دية على آآ كل بقى فاكسين لوحده من دول يعني هنتكلم بقى على تفاصيل بتاعت كل فاكسين وايه هي بتاعته وايه هي لو حصل مسلا كاتش ابقى وان الطفل ده مات مسلا ماخدش تطعيم اللي ممكن نعمله اتكلم عن كل فاكسين بالتفصيل حوالي ستاشر فاكسين ان شاء الله هنتكلم عنهم كمان آآ شوية في آآ محاضرة آآ نيجي بقى لي الفاكسين آآ بريفنتابل آآ ديزيز هي الامراض اللي آآ الفاكسين زي عمل لها بريفنتابل آآ على مدى الميت آآ سنة اللي اللي فاتوا ليه كتير من الكتير من آآ الاشخاص يعني مسلا عندك دية الامراض زي مسلا هي بتاعت سيلا بتاعت سبيه لمفلس انفلوانزا آآ اليهو من بابللومافيروس برضه من الامراض اللي موجودة ومنتشرة هستين منتشرة بس مش بالريت اللي هو لو كان الفاكسين ده آآ مش موجود برضه بيقلل آآ زهور الامراض دي بصورة قوية اللي هو مرض اللي يعني اللي بيعمل من مرض النيومونيا ان شاء الله للاطفال طبعا اللي هو ودلوقتي ايضا اللي هو مرض اللي ممكن يسيب نتيجة مثلا عضة مثلا كلب او عضة مثلا حيوان ممكن تعمل مشاكل المشاكل اللي الشخص دوت فلما بياخد الفاكسين ممكن بيحصلوا زي المرض دوت او ما يحصلوش المرض ده او ما يحصلوش المرض ده دي كده الامراض اللي هي تعتبر vaccine preventable disease وكل عشان كده كل دولة بتعمل لنفسها ما يسمى به vaccination schedule vaccination schedule ده عبارة عن جدول اه بيتحطي فيه كل تمام بيقسموها على حسب الايه الاعمار بتاعت ايه الاعمار على حسب الاعمار وبيعمل ايه هي المفروض تتاخد فيه العمر دوت فيه العمر دوت بتعمل في شكل كده الاسكادول دوت بيبقى موجود وبيتعمل له update كل ايه كل سنة عشان جي بقولك هنا most countries in the development world tend to recommend the same kind of vaccine for baby children and adults هزيه الاسكادول دي بيقولك ان هي بتبقاش exactly the same في كل الكنترز زي بعض بتبقى مختلفة من دولة التانية والاختلاف ده بيبقى راجع لحاجات مش كتير يعني الاختلاف ده ممكن يكون ايه اختلاف فيه نوع الفاكسين الموجود في بتاعهم agreement او في بتاعهم النوع نفسه يعني اللي هم جايين منه مسلا ممكن يكون برند مسلا امريكي ممكن يكون فرنسا برنسا هاي ما اللي عاملينه فرنسا والمانيا والمانيا هاي اللي عاملها يعني اختلاف فيه الفاكسين نفسه العمر اللي بيحصل فيه انبنسراwarm bei ممكن يكون يختلف من دولة تانية. عدد يعني مسلا في بعض الدول تامر جدول لي مسلا فاكسين معين مسلا تلات مرات. في حين دولة تانية اقول لك لا مرتين كفاية. في طايب اوف في بعض الدول عندها مسلا مرض اه او في المنتجة عندها مرض معين. فبيعملوا اه اه مخصص لهذا المرض موجود ممكن في الدولة دي بس. اه نوع او مسلا يكون معين مخصص ليه بيختلف من دولة للتانية. طب ده بيبقى نتيجة ايه? طبعا بيبقى نتيجة اللي هو الانتشار معدل المرض من اه المرض من اه دولة للتانية. وبيختلف على بقى بتاع كل دولة لان هي هتحط السكادوال دوت. اه بناءا عالة طبعا دي بتبقى طبعا بتتعمل في دراسات على على مستوى الوزارات بقى وزارة الصحة. بالاتفاق مع وزارات الصحة الايه العالمية. او برضو ممكن يكون الاختلاف نتيجة ان الدولة ديت معروف ان هي عندها الفاكسين دوت. اه ان شاء الله حنقف المحاضرة دي برضو يعني برضو عشان نبقى اوير بالقصة دي الاسكادوال. احنا هنتكلم على الخاصة بالسكادوال اللي هي الخاصة باليو اس. ومعظم الدولة العربية بتاخد بتاعت بتعملها في الدولة بتاعتها. طبعا بالتنصيق مع وزارة الصحة العالمية وبنتنصيق مع الوزارات الصحة الخاصة بكل الدولة. بس من لي الرفرنس بيبقى لي من لي بيبقى الرفرنس بتاعها وده اللي احنا هيكون كلامنا فيه في المحاضرة زي ما قلنا في البداية. مع اه حدوث بعض التعديلات او بعض التغييرات في ايه من الدولة التانية مسلا دولة تكون فيها فاكسين زيادة او فاكسين اولاي بس البيز او الاساس هتلاقيه تقريبا كله اه واحد وبيبقى الرفرنس بتاعه هو الايه هو السي دي سي. اه تمام. اه على سبيل المثال هنا مسلا جايبين هنا مسال لموضوع الاسكادول او الشينج او في الاسكادول بيقول لك في اليو اس وكندا الفلو فاكسين ده ريكم مندد فور افري وان اوفر سيكس منس. لكن في اليو كي بيقول لك ان التاركد فور تشيلدن اند اضل اوفر خمسة وستين اند سبيشيال بي اه جروب ساتش از البيبول ويز سيريس ميديكال كونديشن. ده بالنسبة لايه في الفلو فاكسين. تمام? الحاجة التانية بيقول لك some vaccines are not included في اليو كي. اه routine program but are in اثر اه كانتري. يعني مسلا الفريسيلا. تمام? ده ريكم مندد روتينلي. في استراليا ويو اس اي. لكنه مش موجود في اليو كي. في اه بريطانيا. اه مسلا البروتوسيز. في اليو كي اه vaccine that is offer for two pregnant women in order to protect their new born baby. and this program has been very successful. في حين اه هو البروتوسيز دوت. تمام? الناس اللي هما. اه close the contact. instead while most just offer the بريطوسيز vaccine to baby. بيدوها بس للبيبي بيدوهاش للام. يعني عايزي يقول لك هنا ان اه الفكسين الواحد ممكن يبقى ليه اكتر من recommendation. او ال recommendation بتاعته مختلفة من دولة. ليه التاني. اه هديلكم مثال ليه الا ال schedule بتاع ال vaccine هو ده. تمام? ده بتاع cdc 2018. تمام? زي ما احنا شايفين كده هو. الفكسين اهو. محطوط الانواع ومحدود هنا الاعمار من سن البرس الحادة تمنتاشر سنة. ومن زي رو لتمتاشر سنة لازم ابقى عارف ان دول كده بيصنفه از اه اه ريكمنديشن. دي وبيتعامل بقى في كل اه جدوى من الجداول دي. الايه الجرعات اللي هنه مفهودي الداخل. يعني لو مسلا ناخد مسال صغير كده سريع. نتكلم معانه بالتفصيل كمان شوية. الهيباطية تسليه مسلا البرس. اه دي الدوز. تمام? اه في البرس. بعد كده ياخد من الشهر التاني للشهر من الاول للتاني. كده من الستة للتمتاشر ياخد سري دوز. وهكذا في كل الايه في كل. ده موجود برضو موجود فيه بتاع الايه. ده بالنسبة للايه. آآ للاطفال اللي هم الادلت بقى برضو معمول له جدول خاص بيه اللي هو برضو بمقسم لك الباكسينز وبعد كده من عمر تسعتاشر لواحد وعشرين مع كده متين وعشرين ستا عشرين لحد فوق الخمسة وستين سنة. وهي بتاعت الايه? الفاكسينز فور ادلت. تمام? لو كان مسلا لو كان عنده مسلا عنده مسلا امراض معينة ما عمش ايه. كلام ده كله موجود بالايه? بالتفصيل وهنتكلم عنه برضو في معانا هنا في المحاضرة. آآ وبردو آآ جايب بعد ال آآ مسلا ويه الامراض معينة ازاي برضو ادي آآ الفاكسين بتاعتها وايه الجرعات الايه آآ ريكميندد آآ ليها. نبدأ بقى مع بعض في الجزء المهم آآ بالنسبة لمحاضرتنا هو types of vaccination. هنتكلم على types of vaccination. آآ بناء على اللي احنا اتكلمنا عنه من شوية. آآ adult vaccines اللي هما من سن فوق من ساعتاشر فوق الخمسة وستين. والتشيلدين والادوليسينس اب تو ايه تمنتاشر سنة. وزي ما قلنا بناء على آآ السي دي آآ سي. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة